أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قيام الدولة بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأهل مستوى من الكفاءة والجودة تأثيرا على المواطنين في التنقلات ومنع التكدسات المرورية وفتح محاور جديدة للتنمية وخلال تفاقدي الأعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والممتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي أشار مدبولي الأهمية استمرار الحفاظ على الكفاءة الفنية والإنشائية لهذه المشروعات وفقا للتوجيهات الرئاسية أخذا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن وتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافية